المنتخب روي فيتوري أعلن قائمة المنتخب انت بعاطك عن القائمة 27 لعب بص هو فيه لعبة ظلمت بس زي ما قلت لك لسه كنا منتكلم في حطة المدربين هي قناعات يعني مش معنى ان هو ما خدش هقولك ما خدش ياسر إبراهيم ما خدش حسين الشحات ما خدش مثلا واحد زي أوفة بتاع امبي دي قناعات ايوة فهم وهو عنده قناعات في الأول في آخر انت هتدعمه صح هتحزبه بعد البطولة لا وهتدعم اللعبة اللي تراحت كمان معنى بقولك هتدعم كل الراحة احيانا الناس اللي ما بتنتقد انه ما خدش فلان أو فلان انت كي كي انت بدين ما تقصد معلش بتضرف اللعبة اللي في المنتخب و بعدين معلش او انا لو انا ما كنتش في الصورة والمدرب خدني اقول له لا ما تخدنيش هنا بيخد ده صح لا واللعب نفسه لو انت حسستني انه اللي برا حسن مني انا رايح البطولة و انا شايك في نفسي و انا ما عنديش سيكاف نفسي و انا خاف الناس تقولي عليها كان فلان احسن بالزبط ما انت خلاص بقى متقولش فلان احسن من فلان لا يعني اعدي بالخلط بالزبط هو ليه قناعات انت قلت جملة حلوة قناعات بالزبط هي قناعات خلي بالك يعني فيه مدربين بيبقوا مقتنعين بالعيبة انت ككريم مقتنع ان لأ كريم احسن من شهاد بس هو مقتنع بشهاد انت قلتلي هو لسه حسام البدري كان بيلعبك وكان فيه اسماء خبرات كبيرة في نص ملعب النادي الأهلي بس هو مقتنع انه شاب أحسن بالزبط معين انا اول ما طلعت معا ما كنتش بالعب بقى انا اول ما طلعت في بداياتي لما هو بعد كاس العالم ما كنتش بالعب صحيح بدأ واحدة في الثانية بدأت ألعب وحطت الرجلي خلاص فهي مثلا عندك احمد كوكا احمد نبيل كوكا هاي هو مكسب الفترة اللي فات في النادي الرجل قاعد ينج فاهم يعني انا بقول لك الكورة ومتغيراتها ليه احمد نبيل كوكا مكسب بالمناسبة انت بقى بنظلة لعب الوسط ليه شايف ان احمد نبيل كوكا لعيب مهم في نص الملعب وليه مرس الكورة اعتمد عليه الفترة اللي فات انا دايما يعني العيب نادي الأهلي العيب نادي الزمالك العيب الدولي تقيمه ما تقيمه ليش في الدوري ولا في كاس مصر ولا في الكلام ده قيمه في البطولات في أفريقيا في مع المنتصف دا لعيب كان بيلعب على فترات هنا في الدوري تمام لعب كاس عالم قدى بطريقة مش طبيعية طريقة لعب كبير بلعب مع بص لعب ما تحسش ناول مره يلعب ولا سنه صغير ولا الكلام ده لان هو عنده ومعاه لعيبة كبيرة اكيد بتتكلم معاه واحد زي السليا واحد زي زي ما شاء الله عليه مرهان اعطيه من ساعة مجيل اهلي حايل يعني مرهان انا اصلا ما كنتش بشوفه كده في الاتحاد صح يعني فهم